غدا إن شاء الله مجلس النواب العراقي سيلتئم بكافة اللجانة من أجل انتخاب وتصويت على رئاسة اللجان وأعتقد هذه اللجان مهم جدا أن يتم حسم رئاساتها على اعتبار كل الأعمال الحقيقة حاليا متوقفة داخل هذه اللجان بسبب عدم وجود رئاسة لهذه اللجان طيب بالنسبة لقانون الموازنة هل سيكون للبرلمان المهمة الأبرز للإسراع في إقرار مشروع قانون الموازنة سيما وأن المنهاج الحكومي كما تعرفون يتطلب تخصيصات مالية للمضيب المشاريع الخدمية وأيضا الاستثمارية نعم في مقدمة القوانين حقيقة التي سوف يتم النظر بها هو قانون الموازنة ننتظر حقيقة قانون الموازنة أن يردنا من الحكومة وأعتقد قانون الموازنة قانون جدا مهم وهو باكورة عمل مجلس النواب أعتقد في هذه الدورة على اعتبار قانون الموازنة فيه الكثير من المستحقات فيه أكثر من ستمائة ألف درجة وظيفية يعني للأخوان العقود والمحاضرين والكهرباء والمحافظات والوزارات وكذلك يعني فيه الاستحقاقات المحافظات والوزارات وفيه البطاقة التموينية فأعتقد يعني كلنا في مجلس النواب ننتظر قدوم هذا القانون من الحكومة حتى يتم مناقشته من أجل قراءته قراءة أولى وثانية وإقرارة إن شاء الله طيب ما الذي يؤخر وصوله إلى مجلس إلى عفوا إلى رئيسة البرلمان يعني لا زال في أدراج الحكومة لحدنا لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أعتقد يعني في وزارة المالية وكانت هناك لجان فنية هذه اللجان فنية عملت أكثر من شهرين تقريبا على يعني إنجاز القانون ونعتقد يعني الأسبوع القادم إن شاء الله سيصل إلى مجلس النواب في حال في حال إرساله من قبل الحكومة أعتقد ما رح يطول كثير في مجلس النواب وبالنتيجة هو استحقاق لأبناء الشعب العراقي على الجميع وطبعا نحث الحكومة بالدرجة الأولى على ضرورة الإسراع بإرسال هذا القانون حتى يتم إقراره طيب مسألة التأخير هل تتعلق بمواضيع مالية أم مواضيع ربما تتعلق بالأقليم يعني أعتقد هو يعني مشترك بين قضية حصة الإقليم وبين قرار المحكمة الاتحادية والقضية الأخرى هي القضية المالية تعرفون تقريبا اللي راح يكون يعني مجمل المبالغ بحدود 150 تريليون وكان هناك اللي جان فنية يعني ضبطت هذا المبلغ اللي كان بحدود 180 تريليون فوزارة المالية أعتقد كان القانون يعني أو الموازنة منقشات طيلة هذه الفترة الماضية واللي جان فنية وهذا هو كان يعني السبب التأخير هي قضايا فيها جنبة من هذا اللي ذكرتي والجنبة الأخرى الأكثر حقيقة كانت هي الجنبة الإدارية فيما يخص ضغط النفقات طيب موضوع توزيع رئاسات اللي جان ستكون يعني بحسب تأكيدات برلمانية وفقا للاستحقاقات الانتخابية هل سيكون ذلك عاملا في استقرار العمل البرلماني أم أن الخلافات على الرئاسات ستبقى مستمرة نعم أعتقد يعني كل الكتلة السياسية المشتركة في مجلس النواب العراقي لديها تمثيل نيابي وكل كتلة أخذت تقريبا وفق حجيمه واستحقاق النيابي هناك طبعا مثل ما تعرفون يعرف المشاهد الكريم أن اللي جان النيابي هي مقسمة بدرجة ألف وباء وجيم الألف يعني تقريبا الأمن والدفاع النزاهة المالية وبعض اللي جان وهذه اللي جان يعني أعتقد كان هناك طيلة الفترة الماضية نقاشات بين الكتلة السياسية وأعتقد يعني يستقر في هذا الموضوع ونعتقد أن يوم وغد إن شاء الله سيحسن من شيء الكثير من هذه اللي جان طيب ما أبرز القوانين التي يعمل البرلمان على تشريعها أو تعديلها خلال المرحلة المقبلة هل هناك حراك برلماني لدعم الحكومة في إجراءاتها ضد الفساد ومحاسبة المتورطين بسرقة المال العام طبعا القوانين كما تعلمون هي يعني تأتي من الحكومة على اعتبار أن الحكومة هي اللي يدز مشروع القانون لدى مجلس النواب العراقي بحدوث سبعين قانون من هذه السبعين أربعين قانون هو يخص الاتفاقيات الدولية ومنها ثمانية سحفة الحكومة على اعتبار يعني الحكومة هي اللي يتم مناقشة بعض القوانين اللي صارها فترة طويلة لأنه قد يكون الوضع بالبلاد لا يثلاء مع هذه القوانين وأعتقد يعني المجلس النواب العراقي يضع أولوية كبيرة لقانون الموازنة وكذلك يعني لقانون المحكمة الاتحادية وقانون نفط الغاز أعتقد في مقدمة هذه القوانين راح تكون إن شاء الله مناقشته وإلى أنه هناك كان يعني اتفاق سياسي قبل تشكيل الحكومة على ضرورة حسم هذه القوانين المهمة والتي تخصها بناء الشعب العراقي وبدورنا كمجلس نواب وكنواب ومثلا عن الشعب العراقي كلنا دعم للحكومة وخصوصا في القوانين التي من شأنها الحد من عمليات الفساد وتقديم المتورطين بالمال العام إلى القضاء حتى يأخذون جزائهم العادل واسترداد كامل المبالغ التي تم سرقتها من قوة الشعب العراقي إلى الموازن